اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلق الله وأفضل بريته سيد النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبل قاسم المصطفى محمد وأهل بيته المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجسة وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم لا يمكن للإنسان كما قلنا أن يطهر نفسه من الرذائل وأن يكتسب الصفات الفاضلة والحسنة إلا بأن يبدأ بمعرفة الله عز وجل إذا لم يعرف الإنسان الله عز وجل لن يفهم الإنسان الهدف من الحياة ولن يعرف الحياة بصورة صحيحة أولياء الله العظام وأنبياؤه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب معرفته وطاعته والارتباط الوثيق به سبحانه وتعالى ولذا نحن نخاطب الأئمة الهدات صلوات الله وسلامه عليهم بهذا الخطاب فَعَظَّمْتُمْ جَلَالَهُ وَأَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ وَمَجَّدْتُمْ كَرَمَةُ وَأَدَمْتُمْ ذِكْرَةُ وَوَكَّدْتُمْ مِيثَاقَهُ وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتَهُ وَنَصَحْتُمْ لَهُ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ يعني قائحين في الطريق إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته ضحيتم من أجل رضاها عز وجل وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم في الله عز وجل حق جهاده حتى أعلنتم دعوته وبيّنتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وصرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى إلى أن نقول السلام على محال لمعرفة الله ومساكن ذكر الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله إلى أن نقول السلام على الدعاة إلى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ما هي أهمية المعرفة؟ أهمية المعرفة يشرحها لنا القرآن الكريم بصورة عامة ومن ثم يبين خصوص معرفة الله عز وجل بصورة خاصة فيقول عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يمكن أن سوي بينه وأما المعرفة معرفة الله وأثرها على التقوى وطاعة الله عز وجل فقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ومن العبارات الجميلة لأمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشع يعني منشأ الاطمئنان ومنشأ الخشية ومنشأ التغيير في حياة الإنسان هو المعرفة الخطوة الأولى إذن معرفة الله ولكن هذه المعرفة هي المعرفة الحقيقية لله عز وجل إنسان إذا يعرف عظمة الله ينتبه إلى أن كل ما في الوجود فقير إلى الله عز وجل يعني أحنا لو أخذنا حبة رمل حبة رمل ما قيمة الحبة بالنسبة إلى الأرض لا شيء ستكون الحبة شيء حقير حقير يعني صغير لا قيمة له شيء لا يذكر لو تأملنا إلى الوجود فسوف لا يقاس تقاس مجرتنا ملكرة الأرضية المجرة التي نحن فيها ليست بمستوى حبة رمل من الكرة الأرضية يعني لو قسناها بحبة رمل إلى الأرض هذا مبالغة الوجود عظمته تفوق الوصف والتصور وإذا التفتنا إلى أن كل هذا الوجود لا شيء أمام الله عز وجل ولا قيمة له إلا بالله عز وجل حين إذن نعرف معنى قول إمامنا زين العابدين عليه الصلاة والسلام إلهي كيف أدعوك وأنا أنا من أحن يا رب حتى ندعوك ما قيمتنا ومع ذلك أنت تتفضل علينا وتدعونا لأن نكون من أوليائك نعرف ما معنى سفه الإعراض عن الله عز وجل عندما نخاطبه في دعاء الافتتاح في شهر رمضان المبارك إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليه الإنسان اللي في مجالي صير ولي من أولياء الله خالق الخلق ومن بيده ملكوت السماوات والأرض ومن لا يقاس به كائن من الكائنات يروح يختار غير الله يختار النعيم الزائل إذا استوعب الإنسان عظمة الله عز وجل فسيكون طموحه الله تبارك وتعالى ولذلك أولياء الله طموحهم هو هذا القرب طموحهم هي هذه العلاقة مع الله تبارك وتعالى لحظات وصال لحظات عظيمة بالنسبة إليهم لأنهم رأوا جمال الله عز وجل وعظمة الله عز وجل ولذا جاء في الدعاء إلهي من ذا الذي ذاقه طعم محبتك أو من ذا الذي ذاقه حلاوتك محبتك فرامدونك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حوله إذن أول شيء لنتأمل في عظمة الله خل أذهالنا تنشغل في معرفة الله الذهن يجب أن مساحة من تفكير هذا الذهن تكون التفكير في عظمة الله الذهن ضروري يتعرف أكثر على الله ضروري نتحدث عن الله لتأمل في عظمة الله نعرف الله عز وجل أكثر وأكثر هذه المعرفة التي ليس لها حد ولا اقتقف عند حد ولا يوجد كائن من الكائنات يمكن أن يعرف الله عز وجل بكنه حقيقته وبتمام المعرفة كلما عرف الإنسان الله عز وجل هناك مجال لأن يعرفه أكثر وأكثر لأن الله عز وجل كما ذكرنا أعظم من أن يوصف الله عز وجل أعظم من أن يعرف حق معرفته ومن أن يعبد حق عبادته ومن يؤدى وأن يؤدى حقه إذا الإنسان عرف الله ما هي الخطوة رقم اثنين الخطوة الثانية هناك خطوة اختيارية مهمة جدا في عالم النفس ما لم يخطوها الإنسان بجدية كاملة لا يمكن الإنسان أن يتغير إلى الأفضل وأن يتقدم في طريق الأنبياء والصالحين ما هي هذه الخطوة؟ العزم على العبودية العزم على العبودية الإنسان مهم أن يقرر بأن يكون عبدا صالحا لله عز وجل هذا العزم هو خطوة اختيارية من خطوات عالم النفس هي حركة اختيارية يستطيع أن يقوم بها الإنسان إنسان لازم حتى يصل إلى هذه الخطوة يحتاج أن يخلو مع نفسه قليلا أو كثيرا يخلو مع نفسه ويخاطب نفسه ألا تريد أن تتغير؟ ألا تريدين؟ يقول لنفسه مثلا ألا تريدين أن تتغيرين؟ إلى متى أيها الإنسان تبقى على ما أنت عليه؟ ألا تريد أن تكون وليا من أولياء الله؟ هذه الحياة ألا تريدين أن تكون وليا من أولياء الله؟ يكون من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض لا بد أن يعاهد ليكون من من ينطبق عليهم قوله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله هذا العهد الذي يعلم الله عز وجل من الإنسان الوفاء به إذا علم الله عز وجل الوفاء من عبده سيوفق هذا الإنسان لكل خير ولذا جاء في دعاء الندبة وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضوانك هذا العهد أن فعلا يبدأ يخاطب الله عز وجل الإيمان ما استقر بالقلب وأفضى وأفضي به إلى الله عز وجل يعني أن يأتي الإنسان ليعاهد الله عز وجل ويقول لله عز وجل إلهي أنا عبدك أنت كما أحب فاجعلني كما تحب إلهي أعاهدك بأن أكون عبدا صالحا لك أعاهدك بأن أنقاد إلى أوامرك بأن أعمل بما تأمر وأنتهي عما تنهى أعاهدك بأن أسير في طريق أوليائك هذا العهد يعبر عنه القرآن بعدة عبارات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الصالح من هذه الدنيا بأي حالة يخرج يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ولذا الدعاء الذي علينا أن ندعوه ويعزز هذا العهد اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك مشتاقة إلى فرحة لقائك هذا العهد العهد عندما نريد أن نعمل شيء لا نبحث عن كيف نرضي أهواءنا لا نبحث عن طموحاتنا الدنيوية المؤقتة الله ماذا يريد منا ساني عاهد الله على هذا أنني أقدم رضى الله وأسعى لرضى الله لأنني في هذه الدنيا أريد أن أستفيد من الدنيا لأكون وليا من أولياء الله أريد أن أستفيد من الدنيا لأكون عبدا صالحا من عباده الصالحين أريد أن أكون من خاصة أوليائه هذا هو العهد العهد أن أسير بسيرة الأنبياء أن أسير بسيرة الصالحين وأن أدعو الله عز وجل وأتمنى من الله عز وجل أن أختم حياتي وأنا من عباده الصالحين يعني اللي عاهد الله بالفعل يعزم ثم يعاهد الله عز وجل معنى يعاهده يعاهده على أن يسعى لأن يختم حياته بطاعة الله عز وجل وأن يجعل شوفوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة أن يجعل كل حياته بكل مظاهرها حياة إلهية وأن يكون من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا أن يكون منتهى رغباته في هذه الدنيا رغبات إلهية وليست رغبات هابطة ومنحطة لأن هذا العهد العزم والعهد هو بداية التغيير الحقيقي للإنسان لا يمكن للإنسان أن يتغير تغييرا حقيقيا إلا إذا عزم على التغيير ومن ثم عاهد الله عز وجل على أن يكون من عباده الصالحين وأن يسير في طريق أوليائه وأنبيائه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر